راجل عريس او الاول اللي احنا فهمناه انه فرح وعريس وفجأة العريس ده وهو وقف في الشارع تيجي عربية بسرعة ويتم اختطافه بشكل مثير جدا يعني انت طوف تتفرح ايه ده خطفوا العريس وفجأة العروسة تسوت والناس اللي وقفة الحاول عريس كل دول كل دول في الموضوعات ياهو الموضوع العريس والفرح وسعيد ومبسوط وكل حاجة تمام ولكن فجأة يحصل حاجة في الاهلية بص اتاخد وبيجري الحاو العريس تخطف وام العريس شايل عين الحاو سريخ انت تشوف كده تقول ايه اللي جاره في البلد يعني ايه يعني في الشارع الراجل يتخطف كده قدام الناس ايه اللي جاره في البلد ايه اللي جاره في التأهلية عشان شارع آ sim ha آمن مطمئن وإحنا عارفين طبعاً أنه يعني عندنا دي بص خلاص اتاخد واتخطف وجري وسويد وبتاعه وحاجات كده الدنيا طبعاً اتقلبت والفيديو راح فيرل الناس الحاقوا وبقى طبعاً اللطيمة آه البلد خلاص البلد أي حد يعمل فيها أي حاجة ودراجل اتخطف قليلت دخلته وحاجات كده ثم فجأة يا سادة يظهر العريس الظريف اللطيف يقول لك إيه ده كنت ما أظهر معاكم فيه إيه أصدر إحنا كنا عايزين نعمل حالة كده وفيديو بتاعه واتضح أن هذا الرجل اللي عايز يعمل حالة وفيديو ده بيعمل الحكاية دي هو متجاوز بقى له ثلاث سنين وعنده عيال بيعمل الحالة دي كل سنة كل وقت بس السنة دي حاب بقى إيه وبعدين وقف وقال إيه قال يا جماعة احنا تعبنا قوي طبعا بصراحة أنت عايز الحق تعبته لأنه طلب من عارفين لو ده مشهد في السينما والله ما يتعامل أحسن من كده هم اتدربوا على المشهد وطلب ولبسوا اللبسوا وكل حاجة وطلب من كل واحد في المشهد ده أنه ليه دور أنت حتسواتي وانت حتجري ورايا وانت حتقولي يا سبعي وانت حتعمل مش عارف إيه والعروسة إيه نسلة بكامل فستانها والله يعني الهيئة بتاعتها والراجل اللي بيسوه يعني مشهد معمول في فيلم أمريكاني محترم أو فضل الحق والراجل اللي بيجري وراه بس أنا أصلح ببيت يعني نعمل لقطة جنان اللقطة ترجمة نانسي قنقر